السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم أكل جديدة وطبخة وحلوة شامية عريقة اسمه رشتايب عدس هي مثل بين الشوربة وبين الحرة واسبعه وستة زبيئة يعني فايت ببعضه خلوها لربكم هي مكوناتها كاسد عدس وكاسد ماكرونا أربع كاسات ماء جرزة كذبرة مفرومة بصرة كبيرة مقطوعة لقطعة صغيرة معلقة صغيرة ملح نصف معلقة صغيرة فلفل 150 جرام لحمة مفرومة ومعلقتين طعام زيت زيتون مشان نقلي فيهم البصلات هلأ هلأ يريد أن أغلي وضع العدسات بالمية لحتى يستوى حوالي نصفة 3-4 ساعة بعدين نضيف عليها الماكرونا ونخليها تستوي بالوقت هاد نحن أغلينا البصلات وحطينا عليهم التومات بعدين أضفنا لهم اللحمات والملحات والفلفلات بعدين وتيستوي مع بعضهم نضيف المزيج هذا البصل واللحمة للماكرونا والعدسات ونضيف المزيج ونضيف المزيج ونضيف المزيج ونضيف المزيج ونضيف المزيج السلام عليكم كما رأيت اللحمة مع البصل والكذبرة والتوم وضيف المزيج وهي كمان العدسات عب يغلو هلا بيستوه هلا صلان حوالي 3 اربعة الساعة وشفت انه ميتهم قليت فهلا حاطوا لهم مي وحاطوا لهم الماكرونة فوقهم هيا حاطوا الماكرونة هلا وحركها خليها تستوي الماكرونة بعد ما استوي الماكرونة بحط عليها البقية المكونات هي تلكم عليها هي هيا الاليتة خليها نغلو شوية والتستوي بحط عليها كذبرة فرش وبرجع لعنكم بعد شوي برجيكم النتيجة والمحاصلات الطبخة وهلا متل مو شايفين حاطيت كلهم المكونات مع بعضهم وهلا عب تغلي الشوربة او الرشتايب عدس عب تغلي هلا خليها لحتى شوف ان المكونات كلها استويت هيك مع بعضها انا حاطت لها كمان زلت لها مي لانه تبخروا الميات بالطبخ وكمان دقتها انه اذا شبتوا ملحة ناقص بتدروا كمان زيدوا لها ملح على حسب انتو الدواء تبعكن وانتو شو بتحبوه وهلا بس لا تستوي وتخلص وبزينها بحطها بصحن للتقديم برجيكم ياها السلام عليكم السلام عليكم ومثل ما شايفين هلا خلصت الطبخة سكبتها وحطت تلعى وشها كزبرة فرش وطعمتها وريحتها بتاخدوا العال ان شاء الله انتو تجربوها وتعجبكم وتدعو لي وانا بدعي لكم ان شاء الله وانتم موفقين والله يوفقنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله ولا تنسونا من الدعاء والمشاركة والسبسكرايب واللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة